بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في درس متعلق بأصول الفقه درسنا بإذن الله تعالى وفي قواعد أصولية مهمة متعلقة بالنهي سبق بحمد الله تعالى أن درستم النهي وعرفتم تعريفه في اللغة والاستراع وكذلك وقفتم على صيغ النهي المتعددة وكذلك ما يتعلق بأن النهي في الأصل هو للتحريم ما لم يكن صالف يصرفه عن ذلك هذا كله بحمد الله تعالى سبق هناك قواعد متصلة بالنهي لا بد للطالب والطالبة أن يفهمها وأن يستوعبها درسنا بإذن الله تعالى متعلق بهذه القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي ألا بركة الله جل وعلا في الدرس السادس والعشرون في قواعد أصولية في النهي ونستعرض وإياكم أبرز وأهم الأهداف التي يتوقع منكم بإذن الله تعالى تحقيقها من خلال دروس هذه الوحدة والتي في ضمنها هذا الدرس الذي معنا ويتوقع منكم أيها الطلاب والطالبات توضيح مفهوم الأمر والنهي في اللغة والاستلاح كذلك أن تعددوا صيغ الأمر والنهي وتمثلوا لهما أيضا من الأهداف أن تبينوا بالتفصيل مقتضى صيغ الأمر والنهي مع الاستدلال وكذلك أن تذكروا استعمالات صيغ الأمر والنهي وتمثلوا لها أيضا أن توضحوا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وتمثلوا لهذه القاعدة المهمة أيضا من الأهداف أن تستدلوا على اقتضاء الأمر الفورية وأن تثبتوا أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة ثم أيضا من الأهداف في هذا توضح مفهوم النهي في اللغة والاستلاح ثم أيضا تستدلون على اقتضاء النهي التكرار والفورية ثم أخيرا تفصيل القاول في قاعدة اقتضاء النهي الفساد وكما سبق أن ذكرنا أن هذه الأهداف مترابطة وهي محصلة لجميع دروس هذه الوحدة وهذه الدروس جميعا لا ينفك بعضها عن بعض فلا بد من الطالب والطالبة من استيعاب هذه الدروس كلها وذلك نأتي وإياكم على استعراض لدروس هذه الوحدة الدرس الثالث والعشرون قد سبق بحمد الله تعالى ما يتعلق بالأمر وحقيقته ثم أيضا الرابع عشرون وقد سبق أن درسناه بحمد الله تعالى قواعد أصولية في الأمر ثم الدرس الخامس والعشرون حقيقة النهي وقد سبق هذا الدرس بحمد الله تعالى ثم درس الذي معنا الدرس السادس والعشرون وهو قواعد أصولية في النهي ثم نقتم هذه الوحدة بهذا الدرس السابع والعشرون تطبيقات متعلقة بما سبق أن درستموه على بركة الله أيها الطلاب والطالبات نستمتع وإياكم بالدخول في جو هذا الدرس الممتع المفيد النافع بإذن الله تعالى مع هذا المدخل الذي من خلاله ندخل إلى مباحث مهمة متعلقة بهذا الدرس وكذلك قواعد أصولية متعلقة بالنهي هنا سبق معنا أيها الطلاب والطالبات النهي المتجرد عن القرائن يدود على التحريم هذا أمر واضح بحمد الله تعالى فإذا لم يتجرد النهي عن القرائن فما حكمه؟ هذا السؤال سؤال مهم وجواب هذا السؤال هو في طي هذا الدرس فكنوا معي في التركيز حتى بإذن الله تعالى نستوعب الجواب عن هذا السؤال إذن نبدأ وإياكم مع أول محور من محاول درسنا الذي معنا هنا قاعدة مهمة متعلقة بالنهي وهي اقتضاء النهي التكرار والفورية لا خلاف بين أهل الأصول رحمهم الله تعالى في أن النهي يقتضي التكرار والفورية وذلك أن امتثار النهي لا يكون حقيقة إلا بالانتهاء عن المنهي عنه في جميع الأزمنة وعلى الفور يدل على ذلك الأدلة الواردة في الدرس السابق من القرآن والسنة واتفاق الصحافة رضي الله عنهم لا بد أن كما قلت قبل قليل أن هذه الدروس في الوحدة مترابطة يأخذوا بعضها ببعض فلا بد أن تكون عندكم استحضار لما سبق أن درستموه في الدرس السابق من الأدلة الدالة على هذه القاعدة إذن هذا ما يتعلق باقتضاء النهي التكرار والفورية نأتي هنا أيها الطلاب والطالبات إلى هذا النشاط ما معنى التكرار والفورية وكذلك ما المراد بهما في هذا الباب لأن الطالب والطالبة لا بد أن يكون عنده استيعاب للألفاظ والمصطلحات دائما نركز على المصطلحات الأصولية خاصة بل في كل فن من الفنون لا بد للطالب والطالبة أن يعي الألفاظ والمصطلحات يعيها وعيا جيدا ويستوعب معناها حتى يكون فهمه للدرس جليا بحمد الله تعالى فالجواب هنا ما المراد أو ما معنى التكرار والفورية في باب النهي الجواب كما لا يخفى هنا أي أن النهي يقتضي الكف عن المنهي عن فورا لا تفعل يعني تترك هذا المنهي عن مباشرة هذا معنى الفورية على الدوام هنا على الدوام يعني أنه متكرر يعني النهي متكرر لا يعني أنك لا تفعل الساعة أو اليوم وغدا تفعل بل إن النهي عن هذا المنهي عن متكرر مثل ذلك النهي عن الزنا مثلا لا تقرب الزنا فهو يدل على أن الزنا منهي عنه ومحرم اليوم وغدا إلى قيام الساعة إذن فهذا دل على ماذا؟ على الدوام في سائر عمر المسلم أنه لا يحل له أن يقترف هذا المحرم فهنا فالمنهي عنه مفسدة والمفسدة يجب ابتعاد عنها فورا على الدوام هذا معنى قولنا التكرار والفورية لأن النهي لا يتوقف على النهي يوم أو يوما بل المكلف منهي عن هذا المحرم في كل عمره ولا يحل له أن يقترف هذا المحرم هذا معنى قولنا النهي يقتضي التكرار والفورية ننتقل بعد هذا أيها الطلاب والطالبات إلى صيغ النهي استعمالات صيغة النهي في غير التحريم سبق أن ذكرنا أن الأصل في صيغة النهي أنها للتحريم ما لم يكن قرينة صارفة من التحريم إلى غيره هنا قد تدل بعض القرائن على صرف النهي إلى معاني أخرى كونوا معي في هذه الصيغة الأول كراها قد يكون النهي الكراها قول الله تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةٌ فَانِسْو مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاهُ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَدُونَ بَصِيرٌ لاحظ هنا صرف النهي من تحريم نسيان الفضل إلى كراهة نسيانه لماذا؟ وذلك لمجيء التخيير قال ولا تنسوا الفضل بينكم فهنا الله جل وعلا في هذا السياق دل على أن صيغة لا تفعل وإن كان الأصل فيها للتحريم إلا أنها في هذا السياق دلت على الكراهة كراهة نسيان الفضل وهو الزيادة سواء من الزوج أو الزوجة في حال الفراق قبل الدخول كما هو في سياق هذه الآية الكريمة أيضا نأتي هنا أيها الطلاب والطالبات إلى هذه الصيغة التقليل والتحقير ومثاله قول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى فهنا الله تعالى نهى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وَلَا تَمُدَّنَّ فالصيغة في أصلها للتحريم لكن لما كان في سياق الآية تقليل من شأن الدنيا وتحقير لها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة دل هذا على صرف النهي من التحريم إلى أن المراد بذلك هو التحقير من شأن هذه الدنيا والتقليل منها وأن الأمر لا يعد أن يكون متاعا زائلا في هذه الدنيا أيضا من هذه الصيغة الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا فهنا العباد الراسخون في العلم يدعون الله سبحانه وتعالى بأن لا يزيغ قلوبهم بعد أن من عليهم بالهداية فهنا ليس هنا مراد به التحريم لأن الصيغة الواردة في الآية إنما هو سؤال من العباد المكلفين لربهم جل وعلا أن يثبتهم على دينه وأن لا يزيغ قلوبهم بعد أن من عليهم بالهداية هذا كله أيها الطلاب والطالبات يقودنا إلى أمر مهم جدا متعلق بالتأمل والنظر في سياق الآيات لأن السياق هو الذي يحدد الصارف للنهي من التحريم إلى غيره نأتي هنا أيها الطلاب والطالبات إلى هذه القاعدة المهمة قاعدة أصولية متعلقة بالنهي وهي محل كلام عند الأصوليين وأطال فيها الحديث والخلاف هنا اقتضاء النهي الفساد إذا نهى الشرع عن فعل فهل يكون المنهي عنه باطلا أو يكون صحيحا مع التحريم هذه قاعدة مهمة تأملوا معي حتى بإذن الله تعالى نستوعب هذه القاعدة ننظر في متعلق النهي الجواب أننا ننظر في متعلق النهي على النهو الآتي أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه يعني عائد إلى هذا الأمر الذي نهى الله عنه أو إلى شرط متعلق بهذا المنهي عنه هنا إذا كان كذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي يقتضي الفساد في المعاملات والعقود وعدم الصحة في العبادات لماذا؟ لأن النهي يرجع إلى ذات العبادة إلى أمر متعلق بذات العبادة مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى فهنا دلت الحديث على ماذا؟ على أن من أحدث وصلى محدثا لم تصح صلاته لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة فاختل هذا الشرط إذن لا صلاة بغير وضوء لا صلاة بغير وضوء وهنا نستنبط من هذا أن النهي رجع إلى شرط متعلق بالعبادة إذن نقول إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه بمعنى لو أن شخصا صلى بغير وضوء نقول إن صلاته ضاطلة لماذا؟ لأن النهي راجع وعائد إلى شرط متعلق بهذه العبادة إذن هذا ما يتعلق بالمتعلق الأول وهو أن النهي يرجع أو يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط لهذا المنهي عنه نأتي هنا إلى أدلة على ما ذكرنا الدليل الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود على صاحبه لماذا؟ لعدم اعتباره شرعا أيضا الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على فساد العقود بالنهي عنها فقد استدلوا على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل أي لا تبيع الذهب بالذهب إلا متماثلا في الوزن فمن باعه بأكثر وزنا أو أقل كان البيع فاسدا وهذا أمر شائع بين الصحابة رضي الله عنهم أيضا احتج بن عمر رضي الله عنهما على فساد نكاح المشركات ومثله إنكاح المشركين من المؤمنات بقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وهنا نهي عن نكاح المشركات فدل على فساد هذا العقد إذا وقع بهذه الصورة أيضا من أدلة الدالة على هذا الأمر تعليل نظري وعقلي يحتاج منكم إلى تأمل هذا التعليل النظري العقلي أن نهي الشارع الحكيم عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه لماذا؟ إذ أن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح الراجح أبدا لا يمكن أن ينهى عن مصلحة الراجحة وإنما ينهى عن المفاسد المحضة أو الراجحة وهذا أمر واضح بحمد الله تعالى وجلي وهو أن الشريعة تأتي بالنهي عن المفاسد وتأمر بما فيه مصلحة للمكلف إذن هذه أدلة واضحة دالة على أن النهي إذا كان عائدا إلى ذات الأمر ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يقتضي بطلان هذا المنهي عنه وفساده نأتيه طلاب والطالبات إلى أمثلة لهذا النوع هنا المثال الأول النهي عن صوم يوم العيد فلو نذر صومه لم يصح صومه ولم يجزئه عن نذره بل يأثم لو أن شخصا صام يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى فهذا الفعل مع أنه عبادة في غير هذا اليوم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين فهذا منهي عنه فلو صامه حتى لو كان قد نذر صوم يوم النحر أو يوم عيد الفطر لا يصح لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات العبادة لأن النهي عائد إلى تحريم صوم يوم العيدين أو يوم العيدين أيضا مثال آخر النهي عن البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة في حق من تجب عليه الجمعة فمن فعل ذلك فإن البيع باطل ولا تثبت به الملكية للمبيع شخص يبيع مثلا مساويك عند باب المسجد وقد أذن المؤذن للنداء الثاني يوم الجمعة فهذا البيع باطل لماذا؟ لأن الله تعالى نهى عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني فرجع الأمر إلى ذات العبادة إلى ذات العقد عفوا وهو البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فنقول إن البيع فاسد ولا يصح ولا يثبت للمشتري الملكية لهذا المبيع أيضا مثال آخر الثالث هنا النهي عن بيع الحمل في بطن الدابة لأن العلم بالمبيع شرط لصحة البيع فإذا باع حملا كان البيع باطلا لا تنفذ أحكامه شخص عندهم مثلا ناقة وهي حامل فباع حملها فلا يعرف هذا الحمل أهو ذكر أو أنثى هل سيخرج حيا أم ميتا فنقول بأن هذا العقد باطل لأنه راجع إلى هذا المنهي عنه فدل على أن العقد في هذا باطل ولا يصح نأتي أيها الطلاب والطالبات أيضا إلى الأمر الآخر وهو ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه فيكون الفعل صحيحا مع التحريم والإثم هذا أمر آخر لابد أن تنتبه إليه نأتي المثال الأول النهي عن لبس الرجل عمامة أو خاتم من ذهب فلو صلى وهو يلبسهما لم تبطل صلاته لماذا؟ لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها بعكس لبس الرجل الثوب من الحرير فإن صلاته تبطل لأنه ستر عورته بمحرم وستر العورة من شرط الصلاة لاحظتم معي هنا لا بد أن نستوعب هذا المثال أيضا مثال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا فلو تبايع شخصان وغش أحدهما الآخر كان البيع صحيحا مع تحريم فعل الغاش وإثمه لماذا؟ لكون النهي لم يتعلق بالبيع وإنما بأمر خارج عنه على أن لمن وقع عليه الغش الخيار في إتمام البيع أو فسخه فهذا مثال آخر يوضح هذه القاعدة نأتي أيها الطلاب بعد هذا إلى نشاط متعلق بهذه القاعدة جاء في الأحاديث الصحيحة أنه عن استعمال آنية الذهب والفضة فما حكم وضوء من توضأ من آنية الذهب والفضة؟ ما الجواب؟ الجواب هنا وضوءه صحيح مع التحريم ومع الإثم لأن النهي لا يعود إلى ذات الأمر ولا إلى شرطه فدل على أن الوضوء صحيح لكن مع الإثم والتحريم نأتي بعد هذا أيها الطلاب والطالبات إلى ختام درسنا بعد أن وقفت وإياكم مع قواعد أصولية متعلقة بالنهي ينبغي لكم أن تستوعبوا هذه القواعد وأن تستكثروا من التأمل والنظر في الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيب المتابعة وحسن المشاهدة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته